اشتركوا في القناة ورئيس الشركة ان العمل انتهى في جميع الشقق السكنية بالبرج عشان نكون موجدين على قريبة نتنافس مع مستوى التنافس الراعي الموجود في هذه المدينة لا بد ان نسوي شيء مميز ومن اهم الاشياء المميز ان نسويها ان نطلع في مشروع يتناسب مع الموقع يتناسب مع الرؤية اللي هو المصدر فلذلك تم اختيار تصميم مختلف وبرج كيان صممته شركة سكادمور اوينغز اند ميرل لهندسة المعمارية التي صممت ايضا برج خليفة في دبي اعلى برج في العالم وتوقف العمل في المشروع عاما عندما غمرت المياه اساسات المبنى في فبراير 2007 عقب انهيار حاجز يفصل بين الميناء وموقع البناء وانفقت كيان ملايينة دولارات على نسح المياه واصلاح الحاجز قبل استئناف العمل نسمع انه الناس يقولون لا انت وقفت العمل المشروع الحين اخذت فترة انتو تشوفوها من برنا اخذ فترة لين يصير الحل لكن فعليا احنا من اول يوم كانت دراسات وتحليل وناس ينزلوا تحت الموية ودراسات فنية وهندسية لانه ما هو سهل ابدا فقط انك تسوي جدار عازل مرتاني وتسحب الموية وذكر الحاطي ان نحو 80% من الوحدات السكنية في برج كيان قد بيعت بالفعل وان الشركة لا تخشى الافراط في المعروض في السوق وخصص طابقان في برج كيان للانشطة التجارية والطرفيهية وبلغت التكلفة الاجمالية للبرج 272 مليون دولار واعي الجمال رايترز اشتركوا في القناة